موسيقى الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان مصر تواصل اسقاط المساعدات الانسانية والمعونات الاغاثية الى قطع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي ومع تواصل العدوان الاسرائيلي على غزة مفوضية حقوق الانسان تطالب اسرائيل بوقف الانتهاكات والامم المتحدة تحذر من تفاقم المجاعة في القطاع الثالثة مساء بتوقيت القاهراء الواحدة بتوقيت جرمي نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وجه الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج الى ابناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لمصر الحبيبة مزيد من التنمية والرقي والازدهار هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن حاملة إلينا بركات شهر رمضان فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المواطنين المسلمين والمسيحيين حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامناً مع بداية صوم شهر رمضان الكريم ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة دعينا المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان وثمن رئيس مجلس النواب سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحثيث للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين هذا فضلا عن مساعي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان المعظم ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين ونحن في هذا المقام نثمن مجدداً جهود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما ساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان وذلك للحد من الأزمة فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم كما يتفقد عدداً من المشروعات السياحية بالمدينة وأكد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الكامل والتوسعات التي إشهدها مطار سانت كاترين الدولية وخلال زيارته حرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين أشهد مدبولي في الوقت ذاته بمستوى التنفيذ بمشروع موجها باستكمال مشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولية ما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة وخلال جولته بمدينة سانت كاترين قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجل الأعظم وتفقد مدبولي إحدى البنايات بالحي السكني بالزيتونة حيث اطلع على تأثيث إحدى الوحدات الجاهزة مشيدا بمستوى التصميم الذي يتوافق مع البيئة المحيطة وكذا التشطيب وتهدف الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان فضلا عن الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام الذي وجهه بتنفيذه رئيس الجمهورية يعد تطويرا كاملا لمنطقة سانت كاترين باعتبارها واحدة من أطهر بقاع الأرض وخلال زيارته لمدينة سانت كاترين أشار مدبولي بشكل خاص إلى ساحة السلام وبجوارها المدينة القديمة التي تشهد أعمال تطوير حاليا وبجانبها الدير قال مدبولي أن البعدين البيئي والتراثي تمت مراعتهما منذ البداية في تنفيذ أعمال التطوير حيث أن هذه المنطقة مسجلة بمنظمة اليونسكو كما أنها تعد محمية طبيعية وأضاف أن المشروع تم تصميمه وإنشاءه بطريقة عبقرية جدا بحيث يكون مندمجا ومتلاحما ومنسجما مع البيئة الأصلية للمكان وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنشاء النزل البيئي الجديد بمشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام خلال جولته بمدينة سانت كاترين كما تفقد رئيس مجلس الوزراء موقع إنشاء مركز الزوار الجديد والذي يمثل لقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث يشمل كافة الخدمات واستمع الرئيس الوزراء إلى شرح حول المنتجات الشعبية التي تضمها الأسواق التي تشمل الأعشاب والمشغولات اليدوية وفواكه مجففة والخضار المجفف وكلها منتجات صحية تروى بمياه الأمطار وتنفرد بها المنطقة اشتركوا في القناة تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك كانت القاهرة قد استطافت الأحد الماضي على مدار أربعة أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة ستة أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال شاركت في هذه الجولة التي تأتي برعاية مصرية أفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية غادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور إلى أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية وعددا من الدول الصديقة والشقيقة عددا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وذلك من خلال الإسقاط الجوية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة وأعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بالقطاع غزة استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوية على المناطق المتضررة بشمال كطاع غزة اشتركوا في القناة جاء ذلك تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإصفات الجوي لكمية ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال كطاع غزة يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام ضيفي الكريم بعد التحية يعني مصر منذ بداية الأزمة واندلاع العدوان الإسرائيلية على غزة وهي تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإصال المساعدات للقطاع كيف ترى الدورة المصرية في هذا الصدد؟ هو طبعا في البداية مسألة حيرة على حضرين الله أستاذ المشاهدين الدور المصري وهو أهم زور على مستوى العالم التقويم الدولة المصرية لمواجهة هذا العدوان وتكفيف الأعباء عن الشعب في القطاع غزة طبعا إحنا لو شكنا منذ البداية اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسية المستمرة مع جميع قادة وزعناه العالم من أجل النهاء الفوري للعدوان على القطاع غزة ثم بعد ذلك العمل بشكل كبير جدا على دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة طبعا إحنا عارفين أن في البداية كان في أزمة بتسعى أن إسرائيل تختلقها من خلال قصد المعبر من جهة قطاع غزة لعدم دخول المساعدات لأن مصر بدغطها على المجتمع الدولي وعلى مستوى العالم وكانت قرار مهم بمنع دخول أي شخص يحمل الجنسية الأجنبية عبر معبر رفح إلى مصر إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية كان ليه دور مهم جدا أن المساعدات الإنسانية تبدأ في دخولها إلى قطاع غزة طبعا إحنا عارفين أن 80% من المساعدات التي تدخل إلى غزة هي من مصر كما أن مصر فتحت مطار العريش لاستقبال كل المساعدات والطائرات من كل دول العالم طبعا مؤخرا مع قلة طبعا المساعدات والتعنت الإسرائيلي وإحياج الشعب الفلسطيني أكثر لمعاونات أكثر شركت مصر بشكل أساسي في إسقاط المساعدات عن طريق الطائرات في شمال قطاع غزة مصر منذ اليوم الأول وهي بتسعة جاهدة لثلاث نقاط مهمة جدا تسعة إليه من دورة مصرية الأول هو الوقف الفوري للعمليات العسكرية وده اللي أكده الرئيس عبد الفتاح سيسي في لقاءات المستمرة مع كل زعماء العالم وفي كل الاتصالات للوقف الفوري للعمليات العسكرية ثم على الجانب الآخر المصار الآخر هو المصار الإنساني من خلال دقون المساعدات وعدم تعنت الجانب الإسرائيلي النقطة والمصار الثالث المهمة اللي هو الأساسي في هذه القضية وحل القضية الفلسطينية وأقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية دي المصارات والثوابت المصرية التي تسير عليها ولا متحيط عنها للاحظة منذ بداية الآخر طبعا مصر أهتمت مساعدات كثيرة لقطاع غزة خلال المعذكرات اللي تم إنشاءها في خان يونس وفي بعض القطاعات مصر أيضا استقبلت عدد كبير من المصابين وعلاجهم داخل الأراضي المصرية وقصة الأطفال وكان الرئيس عبدالستهس يكرم أحد الأطفال الفلسطينيين في حفل قادرون باستلاح الدولة المصرية بتسعى بشكل كبير جدا لتغيير وجهة النظر الدولية وهو ده اللي تم بالفعل في الوقت الحالي لأن أغلب دول العالم تبنت طبعا لوجهة النظر المصرية الحقيقية لأن مصر هي التعلم جيدا ما يحدث في قطاع غزة لأن ما يحدث ليس دفاعا عن نفس العدوان ليس دفاعا عن نفس من قبل إسرائيل ولكنه محاولة لتصفيد القضية الفلسطينية الذي ترفضه بشكل كبير الدولة المصرية نعم الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك استشهد عشرات الفلسطينيين وصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة وسط جنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها السادس والخمسين بعد المئة وأعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول جثمين أكثر من سبعة وثلاثين شهيدا ومائة وثمانية عشر جريحا خلال الساعات الماضية مشيرا إلى أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصي بخان يونس مستمر منذ أمس بذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى واحد وثلاثين ألفا وخمسة وأربعين شهيدا وعدد المصابين إلى اثنين وسبعين ألفا وستمائة وأربعة وخمسين جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة وأكد بايدن على أن نتنياهو الحذر بشأن الأرواح البريئة التي تفقد بسبب الإجراءات المتخذة في الحرب مشددا على أن ذلك يضر بإسرائيل قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز أنه سيقترح على البرلمان الاعتراف بدولة فلسطينية وشدد سانشاز على أن إسبانيا تطالب باحترام القانون الدولي من إسرائيل وبإنهاء العنف وبوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سأقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية هكذا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز الذي أوضح أنه سيضع البرلمان لتصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027 وخلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكية أكد رئيس الوزراء الإسباني أن مبادرته تأتي انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضا على اعتبار أنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين العيش بسلام وأمان وقد سبقه أن أعرب سانشيز الذي أعيد انتخابه في نوبمبر 20-23 عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية بدون أن يحدد موعدا لذلك وتعد إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشد انتقادا للاحتلال الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي وتوترت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال تلك الحرب وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استدعى سفيره لدى مدريد في نوبمبر الماضي بعدما شكك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة بينما عادت السفيرة من جديد في يناير الماضي في غدون ذلك قال وزير خارجية إسبانيا أن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتزغيل اللاجئين الفلسطينيين حيث سيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير الماضي الخارجية الإسبانية أكدت أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الوكالة في عمليها الإنسانية في غزة وتلبية الاحتياجات الغدائية وتعليمية والصحية للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على الفور وأصدرت المفوضية تقريرا يصلط ضوء على الزيادة في حدة وقسوة وانتظام عنف المستوطينين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين هذا وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتين جريفث أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حفة المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعا فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس وقال جريفث أن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة وبحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة يشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب وتوفير نقاط دخول إضافية إلى القطاع ومزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وأيضا تحسين حماية قوافل الإغاثة حضر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني نوروى فيليب لازاريني من أن الوكالة التابعة للأم المتحدة مهددة بالموت بعد أن أوقف عدة مناحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وصرح لازاريني أن مصير الفلسطينيين في غزة على المحك على المدى القصير حيث يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق الأونروا مهددة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك هكذا أطلق المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني نقص الخطر من شحي تمويل الوكالة الدولية تحذير جاء في إطار تواصل المزاعم الإسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل أزمة كبيرة تواجه الأونروا التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة منذ أن اتهمت إسرائيل لـ 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر ودفعت الاتهامات عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة بينما أعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان تمويل الوكالة وهو ما وصفته إسرائيل بأنه خطأ فادح وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية طردت الأونروا بعض الموظفين قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا الأونروا في تلك الأثناء أكدت في تقرير لها أن بعض الموظفين الذين احتجزهم لاحتلال الإسرائيلي أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر وتدير الأونروا مدارس وعيادات وخدمات اجتماعية أخرى في غزة كما توزع المساعدات الإنسانية وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو ثلاثة ألاف موظف لا يزالون يعملون على تقديم المساعدات في القطاع الذي تقول إن ربع سكانه وهم نحو خمسمائة وستة وسبعين ألف شخص على بعد خطوة من المجاعة تشهد مدينة العريش استفافة عدد كبير من الشاحنات التي تحمل أطنانا عديدة من هذه المساعدات إضافة لتجهيز مطبخ دائم لتقديم عدد من الواجبات الغزائية اليومية لإرسالها للنازحين داخل قطاع غزة مزيد من التفاصيل مع الزميل محمود جميل من العريش بعد التحية لازلت الجهود المصرية المبدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة متواصلة في محافظة شمال سيناء إذا ما كنا نتحدث عن العريش أو معبر رفع إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة وكما تشاهدون من خلف حجم هذه الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق التي تحمل عدد كبير من المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تستعد للتوجه مباشرة إلى معبر رفع لدخول هذه الشاحنات لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة أسطول كبير من الشاحنات يتواجد أمام المخزن الاستراتيجي لألهلال الأحمر فعلى بعد أمطار من هنا يتواجد هذا المخزن وهذه الشاحنات أيضا المصطفى بعدد كبير من المساعدات والأطنان الجذائية كانت أو الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة مجهود كبير يتم من متطوع الهلال الأحمر في هذا المخزن لتجهيز عدد من شاحنات المساعدات بالإضافة أيضا إلى وجود مطار العريش على بعد كيلو مترات من هذه المنطقة أيضا لاستقبال المساعدات الإنسانية التي تأتي من الدول المختلفة المساعدات والدعم المصري مستمر أيضا فيما يتعلق بتجهيز مطبخ إنساني لتجهيز ثلاثين وجبة جذائية سيتم تجهيز هذه الوجبات يوميا بدءا من أول يوم لشهر رمضان المبارك سيتم إرسال هذه الوجبات يوميا إلى قطاع غزة لدعم النازحين هناك في القطاع وأيضا يعني إمدادهم بالسلات الجذائية التي تتكون من وجبة للفطار ووجبة أخرى أيضا للصحور لم يتوقف هذا الطريق عن مرور عدد كبير من الشاحنات سواء التي تخرج من المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري أو التي تأتي من معبر رفع بعد أن أفرغت حمولتها لتعود مرة أخرى لشحن عدد آخر من المساعدات الجذائية التي لا تعد ولا تحصى من كثرة هذه الأطنان وكثرة هذه الشاحنات يعني هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش عودة إليكم مرة أخرى أهلا بكم من جديد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنظار في شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخها من لبنان وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن 36 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه مواقع في الجليل الأعلى وذلك مع استمرار تبادل إطلاق النار والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل ومنذ بداية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل اضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات الألاف من مواطنيها من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان وإلى الشأن السوداني حيث أكد أعضاء مجلس الأمن أن قرار المجلس بالوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان هو دعوة للتوصل إلى تسوية سياسية وحل مستدام للأزمة عبر الحوار ودعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقلة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني رحب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالأغلبية يدعو فيه لوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان الكريم وأكد البرلمان العربي ضرورة الالتزام بوقف أعمال القتال حفاظا على أرواح الأبرياء معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لاستئناف الحل السياسي للأزمة وفق مخرجات اجتماعات جدا رامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني كما أكد البرلمان العربي على موقفه الثابت بشأن ضرورة حل الأزمة في السودان سياسيا ما يحافظ على وحدة الجيش السوداني وسلامة أراضي السودان والحفاظ على مقدرات شعبه أعلنت الخارجيات الأمريكية أن المبعوثة الأمريكية الخاصة للسودان توم بريلو سيزور أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 23 من مارس الجاري وكان بلينكين قد أعلن في 27 من فبراير الماضي تعيين توم بريلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان وقال بلينكين إن مهمة المبعوث الخاص هي تنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهود واشنطن لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيريش الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا مشددا على حماية المدنيين والوضع الإنساني المتردي وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن شهر مارس يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر للنزاع في سوريا والذي شهد معاناة لا توصف للمدنيين وفقا لتقديرات الأمم المتحدة سيحتاج 16.7 مليون شخص أي ما يعادل 70% من إجمالي السكان إلى مساعدات إنسانية في عام 2024 ولا يزال ما يقرب من نصف السكان ما قبل الحرب نازحين داخل سوريا أو خارجها وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون للإنفاق يحول دون إغلاق جزئي للحكومة وأوضح البيت الأبيض أن توقيع بايدن جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على تشريع الإنفاق لتمويل عدد من الوكالات الحكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي وجاءت موافقة المجلس على حزمة إنفاق تبلغ 467 مليار و500 مليون دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في الثلاثين من سبتمبر أظهرت بيانات حكومية انخفاض النتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.3% في الربع الرابع مع تراجع النشاط النفطي 16.2% عنه قبل عام بعد تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام من جهتها أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 انكمش بنسبة 8 من 10% وذلك مع تراجع النشاط النفطي 9% بينما نمى النشاط غير النفطي 4.4% يواجه الاقتصاد النفطي السعودي صعوبات مع تمديد المملكة خفضا طوعيا للإنتاج قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية العام وهو ما تقول أنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق قال وزير التجارة الهندي بيوش غايل أن الهند ومجموعة من أربع دول أوروبية وقعت اتفاقا اقتصاديا يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار وذلك في تتويج لمفاوضات دامت قرابة 16 عاما وأوضح غايل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية وهي سويسرا ونرويج وإسلندا ولخدنشتاين باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الهند يذكر أنه في العامين الماضيين وقعت الهند اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات وقال مسؤولون أن هناك اتفاقا مع بريطانيا في مراحله النهائية وذلك في إطار هدف تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 أفادت شركة سترالونش الأمريكية الخاصة بأنها أكملت بنجاح الاختبار الجوي الأول لطائرتها تالون اي الفرط الصوتية التي تعمل بالطاقة القابلة لإعادة الاستخدام رفضت الشركة الإفصاح عن الارتفاع والسرعة المحددة التي وصلت إليها طائرة قائلة إنها تفوق سرعة الصوت وتقترب من خمسة مأخا تعمل الولايات المتحدة ومنافسها العاملون على تسريع العمل على الأسلحة الفرط الصوتية والتي تنتقل في الغلاف الجوي العلوي بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت أشاد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبد الحكيم الواعر بالتجربة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة وقال الواعر إن مصر تمتلك الخبرات والقدرات الكبيرة في قطاع الزراعة والغذاء مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة وليس في مصر فقط وصلت معارض أهلنا رمضان تقديم منتجاتها من السلع الأساسية للمواطنين في مدن ضمياط تضمن المعارض التي تم افتتحها في ضمياط الجديدة ورأس البر جميع السلع الغذائية واليميش والمجمدات والفواكه والخضروات والدواجن تعدف المعارض لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية معرض أهلنا رمضان السنة دي عامل عروض مختلفة جدا عن السنة السابقة تم تخفيض سعر اللحوم ب350 جنيه وعندنا الخضار والفاكه بأسعار رمزية جدا بجانب إحنا عندنا منصفات بخفض 20% عن المستدف الأسواء وتم تنزيل السيوت 20% لأن أسعار السيوت خفضت بنسبة 20% فأصبح أنه عندنا هناك وفيه عندنا السكر المدعم ب17 جنيه كيلو وأيضا يوجد الرز ب27 جنيه ونصف والسكر ب27 والأسعار كلهم متوفرة من أعلاف بقليات بجانب يمش رمضان الدقيق النهاردة موجود ب27 جنيه برضو متوفر البلح موجود كل حاجة موجودة النهاردة إن شاء الله متوفرة بنسبة شهر رمضان بدأنا ننزل العصاير برضو كل حاجة عشان شهر رمضان بأسعار مخفضة جدا هنا الأسعار المصرحة جدا أقل من برحة حوالي 30% أقل النسبة يعني وكل حاجة متوفرة وكل حاجة في متناول إيدين الناس الأسعار في السوق هنا أسعار متوفرة جدا ونزلة فعلا زي ما بيقولوا في حدود 30-40% وبسم الله ما شاء الله وربنا إن شاء الله يعني يكرمنا جميعا فيه منتجات أصلا بينزل عليها زي السكر وعلىها دعم وما شاء الله سعرها تعتبر أقل من سعر بره 30% وتوصل ل35% كمان بالنسبة للزيت والديق والمكارونة الحاجات اللي بيحتاجها البيت أو المستهلك أسعارها بالنسبة للسوق أسعارها كويسة جدا ومتخفضة تعد مصر واحدة من أكبر منتج الطمور في العالم وتتزين أسواق أسوان هذا العام لاستقبال شهر رمضان الكريم بأنواع الطمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة وتحظى محافظة أسوان بوجود 3 ملايين و300 ألف نخلة على أراضيها في ظل حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة الطمور واحدة من أهم المحاصيل الزراعية الاقتصادية في مصر حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر منتج الطمور في العالم وتم توتين صناعة الطمور في مصر منذ عدة عقود وتعد هذه الصناعة أحد القطاعات الزراعية الرئيسية في البلاد أسواق أسوان تزينت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الكريم بأنواع الطمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة ويحرس التجار على تحميل أطن الطمور لمحافظاتهم ولعل من أشهر هذه الأنواع الملكاب والبرتمودة والقنزيلة والسكوتي والشامية والعينات وغيرها طبعا جميع أنواع البلع في أنواع بلع لبن في أنواع بلع بتتحطف المية في أنواع بلع بتتحطف اليميس كل بلع عليها سعر يعني السكوتي وبرتمودة وملكابي وجنديلة وشمية وأبريمي كل حياة متاحة إن شاء الله والأسعر برضو حلوة كله بيأخذ منيها البلع اللي هو الملكاب ده حلوة الخشاف السكورة عالي وفيه طراوة شوية وفيه عندك برتمودة ده برضو كافيه سنتين اللحم شوية وفيه السكوتي برضو كافيه نسبة سكر شوية وتحظى محافظة أسوان بوجود سلاسة ملايين وسلاسمائة ألف نخلة على أراضيها ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة ناخيل في العالم تضم مليونين وخمسة مائة ألف نخلة بمنطقتين تشكا والعوينات إضافة إلى أن مصر تمتلك إمكانيات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور ما عندنا نواع كثير من البلح مثل برتمودة، سكوتي، ملكابي، عينات وتراوح الأسعار من خمسين لغاية مئة وعشرين كل البلحة ولها نوحة وسعرها وعنديها طبعا الحمد لله مشهرين من البلح جدا هنا في أسوان إحنا طبعا في الشهر الكريم بنيجي دايما نشتري البلح هنا من أجود وأجمل البلح وطبعا البلح كل سنة طيبين ده في رمضان إحنا بنعه في اللبن وبنبلغ المياه وهو اللي بنفطر به وهو الفطار بتاعنا اللي هو سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتحرس الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة التي توفر فرص العمل وتعمل على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة أعلنت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المينيا عن تدخلها لأعادة بناء ورفع كفاءة منزل أحد المواطنين بقرية الناصرية التابعة لمركز دير مواس هذا وقد تم بناء المنزل على نفقة مؤسسة حياة كريمة حيث سيتم تسليم المنزل بعد تشطيبه كاملا بشكل يليق بالأسرة ويوفر لها حياة كريمة في حالة عم جميل كانت ظروفها المادية محتاجة لتدخل المؤسسة من أجل تمكينهم اقتصادي وإعادة بناء المنزل مرة أخرى وعلى الفور تم تدخل هندسي وتم فحص المنزل هندسيا وتبين عدم صلاحيته والسكن تم استصدار التصريحات اللازمة من الهدم والبناء وعلى الفور تدخلت المؤسسة بشكل كامل وتم إعادة بناء البيت ولسه البيت هو حاليا في مرحلة البناء وإن شاء الله هيتم تشطيبه وتوصيل جميع المرافق مية وصرف وكل المرافق اللي محتاجها البيت وهيتم تشطيبه على أكمل الوجه رفعنا صوتنا للمسؤولين في المركز فرفع صوتنا للمحافظة فتواصله معنا وبدأ المشروع بالهد والبناء وشكرا حياة كريمة ونشكر حياة كريمة ونشكر السيد الرئيس الجمهورية ونشكر السيد المسؤولين في حياة كريمة وفي 100 ألف بركة ومشكين جدا على كده في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبنسبة شهر رمضان الكريم تم توزيع ألاف من صندوق المواد الغزائية في القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة وصل الخير وشارك عدد كبير من متطوع المبادرة في توصيل تلك الصندوق إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز القنطرة غرب حيث تهدف تلك المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في مبادرة وصل الخير بنحاول نوصل أكبر عدد من الكاراتين لأهالينا المحتاجين والأشاد احتياجا وده بناء على التعليمات اللي جاء من القيادة وبإذن الله إحنا كل هدفنا إن إحنا حياة كريمة توصل لكل بيت محتاج وكل بيت في الأيام المفترجة دي وبنحاول نفرح كل بيت محتاج وندخل عليه الفرحة استضاف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأفرة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية استضاف ندوة جديدة ضمن فعاليات منتدى ثقافة وإبداع حول الكاتب الصحفي والسيناريست الراحل صابري موسى وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على سيرة صابري موسى صاحب الإنجازات الصحفية والإبداعية المتميزة والرائدة في مجالات القصة والرواية والكتابة للسينما بعدد من السيناريوهات لأفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية منفرد في كل شيء حقيقة سواء في الصحافة ورحلاته إلى الصحر والبحيرات أو في كتابة السيناريوهو عمل أعظم أفلام للسينما المصرية البوستاجي والشامياء وأنجيلو مهاشم وكهر الزلام حبيب أصغر مني وعمل أول فيلم ألوان لو حبيب أصغر مني كان قصة كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس ولو أفلام عربية نعمل أصور أناخ بونا الشمس يعني هو له بصمات حقيقة وصنف رائد أدب الصحراء لأن أول كاتب يحصل على تفرغ من مزارة الثقافة الإقامة في الصحراء والكتابة عنها وأيضا البحيرات السيد صبر موسى يعني واحد من أهم المبدعين المصريين صحفيا وروائيا وسينمائيا والحقيقة الرجل يعني صاحب بصمة مهمة يعني في تاريخ الإبداع الكتاب يتنول كل جوانب إبداعه سواء الصحفية كصحفي كان واحد من أهم صحفين مجلة صباح الخير كروائي واحد من أهم الروايين المصريين ولو رواية فريدة اللي هي فساد الأمكانة يعني واحدة من أهم الروايات في تاريخ الأدب العربي وكاتب سينمائي مهم كسيناريست الحقيقة صاحب أفلام مهمة يعني تسكن في الوجدان المصري زي البستاجي وعنديل المهاشم وحدث النصف متر فالحقيقة احنا قدام كاتب مهم جدا وصاحب تجربة ويحتاج كتب مش كتاب واحد يعني الحقيقة يا سيد صبري موسى تاريخ طويل من العطاء وتاريخ طويل من الكتاب الإبداعية الجدة سواء في كتاباته الصحفية أو في كتاباته الإبداعية في القصص القصيرة والروايات والسيناريو وسمية ساحر الكلمة لأنه هو بيلعب بالكلمة يعني هو قدر أنه يحول بعض الأعمال الروائية لأستاذ يحيحقي إلى أفلام زي فحتى يحيحقي يعني الحقيقة فيه شهادة لي على الأستاذ صبري موسى قال أنه هو اللي وصل إبداعاتي للجمهور موسيقى انتهت أخبار الثالثة وبقي التذكير بالعنوي موسيقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان موسيقى مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي موسيقى مع تواصل العدوان الإسرائيلية على غزة مفوضية حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بوقف الانتهاكات والأمم المتحدة تحذر من تفاقم المجاعة في القطاع موسيقى مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة